السلام عليكم مشاهدين الكرام. البارح راج خبار على اسس انه المبعوث الاممي ديمستورا تقدم بمقترح تقسيم الصحراء المغربية كحل لهذه المشكل. على اسس انه الجزء الشمالي يمشي للمغرب وجزء الجنوبي قليل كتعطال مرتق الثقة البوليساريو. هذا بناء على ما وردت وكالت رويترز لانباء من خبر في اجتماع سيري. وهذه النقطة اترت نقاش كبير في عدة مواقع وعدة منابر سواء سياسية او ديبلوماسية او اعلامية. وطبعا هذه المسألة كانت لا يرفضها المغرب جملة وتفصيلة. اليوم اكد مصدر ديبلوماسي امامي في تصريح نقلات صحيفة. مغرب ابدو ناطقة فرنسية لان البعوث الشخصي للامين العالم المتحدة ستيفان ديمستورا ما قدمش اي مقترح لتقسيم منطقة الصحراء المغربية بين المغرب وبجمهة البوليساريو باش يتحل هد النزاع. واكد المصدر لان ديمستورا خلال جولة اقليمية قبل اشهر استطلع فيها اراء المغرب وجزء جمهة البوليساريو حواء امكانية تقسيم منطقة الصحراء بين الطرف المعنيين عفوا دون ان يقدمها رسميا ودون ان يقدمها هذا المقترح بشكل مباشر. واضاف مصدر على ان هذه الجزائر هي لكا تدعم الفكرة دي لتقسيم منطقة الصحراء من الفين وجوج وخطة بيك الثانية. هو الشيكة تتنقد مع الادعاء ديالها بانها كدفن حق الشعوب في تقرير ما صيرها. وانا وكالة رويتز الانباء للتذكير قلت على انه ديمستورا قطرح تقسيم الصحراء الى قسمين كما قلنا. وهذا الاقتراح كنعرفوه بانه كانت تطرح يعني هذا الشحال كانت تطرحاته الجزائر كتدفع عليه. ولكن رافضه المملكة المغربية ورافضه المتنزقة ديال البوليساريو. وكذلك الاخبار كتقول على انه ديمستورا قدم الايحاطة دياله وتكلم على خطة الحكم الداتي وانه اشاد بمقترح الحكم الداتي المقدم من جانب المغرب. واكد ان الوقت قد حاني استكشاف الطرق التي اقترحها المغرب. واشار ديمستورا في الايحاطة التي قدمها امام اعضاء مجلس الامد دولي ان الجميع مطلعون على هذا الاقتراح. وحتى المغرب على بدل المزيد من جهود لتعميمه. مؤكدا ان الوقت قد حان له لجميع المحاولين لاستكشاف الطرق المتوخات بشكل ملموس. ودعا هذا الوسيط الاممي المغربي الى تقديم تفاصيل رؤيته بشأن هذا المقترح. وعبر عن شعوره بالاثمئنة في هذا الصداد. والفتل انتباهي لانه خلال مشاورته التنائية مع وزير الشؤون الخارج والتعاون افريقي للمغرب المقيمين بخارج ناصر بوريطة في نيويورك الشهر الماضي. ان وزير الخارج المغربي اوضح ان المغرب يقدر الحاجة الملحة لشرح وتوسيع الخطة اللي قدمها عام الفين اسبعة. واشار ديمستورالة ان حقيقة على ان الحكم الداتي التي تقدم به المغرب يمكن ان يكون نموذجا ناجحا. وقد تم توضيح هذا الامر في العديد من المواقف حول العالم. لافتا الى انه تتبادر الى الدهن بعد النماديش كسكوتلاندا وغيرلاند وغيرها الكثير. واكد على ان فهم الحكم الداتي يثير الاهتمام وان الخطة المغربية المكونة مثل مثل الصفاحات تبدو كأنها تكتسب دعما ثنائيا وانه يعتقد ان هذا خلق ايضا توقعا لفهم افضل لمهي هذه الخطة. وخالص ديمستورالة القول بانه مازال يعتقد ان الوقت قد حان له لجميع المحاولين لاستكشاف الطرق التي يدرسها المغرب بشكل ملموس. اذا هنا السؤال يظهر على انه الشي تقدم به ديمستورا مسألة ايجابية لصالح المغرب. ويدعم طرح المغرب. اذا من يجابوها هذه المسألة هذه ديل ديمستورا تقدم باقتراح ديل التقسيم. هو الاخبار كتأكد بانه شهر له كحل من الحلول الطرحات. وقال بانه هاد مسألة رفضها الجزائر والبوليزاريو والمغرب. ما اقترحاش كحل. ولكن الناس كيتسألو كيقولو اشنو كين? واش كين محاولات ديل مناورات الجزائر كتحاول توجه الامور الواحد اتجاه معين? واش كين رشاوي في الموضوع? واش كين هادي واش كين هادي؟ التسألات كلها مسروعة. وكين اللي كيحل له كيدهب هاد اتجاه وكيقول بان جزائر هاد اسلوبها. خاصة في هاد المواعيد الكبرى كتحرك الالة ديل المادة وديل الرشوة وديل الشراء الدمام. والناس ميستغربوش يلقاوا جزائر كتدير هاد الامور. خاصة ان نندمي الصورة در بعض السلوكات اللي تتيل الاستغراب. منها انه مشال جنوب افريقيا واتلقى مع جنوب الفقرية في هاد الملف مع انها جنوب افريقيا بعيدة على الموقع الجغرافي. وبعيدة على المشكل. وهي كذلك من المناصرين للجزائر ومن المناصرين ديل اطروحة الانفصال. اضافة الى مسائل اخرى ومنها ان ديمي السورة في تقرير ديالو. يعني ما مطرحش عدة امور اللي كتمس بي مرتزقة البوليزاريو. فهالسادات كان قراو من كواليس اليوم. وحسب تقارير دوليا فان رائحة رشاوي وهبات نتينة ظهرت على السطح اذ بدى لافتا تغيير اللغة المستخدمة في مشروع القارة الصادر عن اللجنة الرابعة لجمعية العامة للامم المتحدة بخصوص ملف الصحراء المغربية. وعلى هذا الاساس يرى خبراء انه الان الاواني سابتقى من المبعوث الاممي المخضرم الايطالي الذي ارتكب اخطاء فادها عرضته لانتقادة لا دعا من قبيل اقحام جنوب افريقيا البلد غير المعنى بالملف باعاز من عصابة الشر حين تحدى المملكة المغربية وقام في فبراير الفين وعشرين بتلك الزيارة الى جنوب افريقيا وهو البلد الذي يتبنى بدون تحفظ الاطروح الانفصالية. كما انه وقف حاجة عاجزا من اجل الضغط على الجزائر لامتثالها لقرارة مجلس الامن متعلقة بضرورة مشاركتها في المواد المستديرة. وما يؤخذ على تقرير ديمستورة كذلك انه لم يشير بالمرة لاحداث السمارة وكذلك الى بلغات ميليشيات البوليساريو الحربية التي تجاوزت الالف حتى ولم يكن لها اثر في الميدان. ودعا مجلس الامن دولي في قرارته الاطراف الى العمل معا من اجل التوصل الى حل سياسي مقبول للطرفين للنزاع. في حين وصف خطة الحكم الداتي المغربية بانها جادة ودات مصداقية. ومع اكسساب خطة الحكم الداتي المغربية زخما ومن اجل ذر الرماد على فعته الغامضة حتى ديمستورة الرباط على شرح وتوسيع اقتراحها. وهنا السؤال التي تطرح على ديمستورة اشنه هو الشيليدان من اجل اقناع الجزائر والبوليساريو الى حضور موائد مستديرة. وكذلك الى اقناعهم بالحل سياسي او اقتراح حل سياسي اوجد اعتوجد نظرهم في الحكم التي تقدم به المغرب. اسئلة كثيرة تطرح على ديمستورة والايام القرية القادمة كافلة بالاجابة على كل هذا الامور. وكما نقول دائما على ان خصوم حدثنا الترابية مغيدي وغير برد. شكرا انتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.